ونأخذ من ضياه إخاء إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتدى بشريعة الله سبحانه وتعالى وشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج مع دار الإفتاء قبل أن أفتح المجال لاستقبال الأسئلة لأجيب عنها بما يفتح الله سبحانه وتعالى علي فإني أود التنبيه في مطلع هذه الحلقة على أمر يعني أرى التنبيه عليه من الأمور الملحة وكنت وددت أن أنبه عليه في حلقات مضت ولكن لم يتيسر إلا هذا اليوم وهو مسألة حكم الترحوم على الكفار هذه المسألة تأخذ المسلمين فيها العاطفة وقد طلب مني بعض مشايخي وبعض الفضلاء أن أتكلم عنها هذه المسألة أن المسلم أحيانا تأخذه العاطفة فيموت أحد الناس من غير المسلمين ممن يؤازر قضايا الإسلام في الظاهر فالعاطفة تأخذ أحدنا فإذا مات هذا الكافر قال مثلا رحم الله فلانا وغفر له سامحه تجاوز عنه مثل هذه العبارات وقد رأيناها في عدة وقائع منها مثلا حينما توفيت مراسلة الجزيرة في فلسطين التي قلتلت ظلما من قبل اليهود هذه المرأة كانت تنقل الحقائق التي تقع في فلسطين وتبين ظلم إسرائيل للرأي العام وكانت تخاطر بنفسها وحياتها فأخذت المسلمين العاطفة نحوها وكثير من فئات المسلمين يترحمون عليها بل رأينا هذا التعاطفة قد جاوز حده أحيانا في الترحم على من كان عدوا للإسلام في حياته مثلا ماتت الملكة بريطانيا ملكة إليزابيت هذه لا رحمها الله سبحانه وتعالى لا رحمها الله هذه المرأة التي هي ملكة على بلاد تعادل إسلام علنا وقد استعمرت بلاد المسلمين لسنوات طويلة وقد رأينا للأسف بعض المسلمين يترحم على هذه العجوز الشمطاء إليزابيت حينما ماتت فأود أن أنبه هنا على أن مسألة الترحم ومسألة الاستغفار ومسألة الحكم بالشهادة هي مسائل شرعية مصطلحات دينية لا تأخذ المسلم فيها العاطفة ولا يجوز له أن يتكلم فيها بناء على رأيه واجتهاده بل هي مسائل شرعية فالقواعد الثابتة عندنا في الشريعة أن من مات بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغته الدعوة ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يموت كافرا فإنه يعد كافرا ويخلد في النار هذه قاعدة ثابتة في الإسلام قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وزاده النبي صلى الله عليه وسلم إيضاحا في قوله والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار والحديث في صحيح مسلم إذن يجب أن نعتقد اعتقادا جازما أن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من كافة البشرية ولم يؤمن به فإنه يخلد في النار ويسمى كافرا ولو صنع من المعروف ما صنع في الدنيا وقد ذكرت النصوص القرآنية ونصوص السنة في هذا الأمر القاعدة الثانية أنه لا يجوز لمسلم أن يترحم على من مات كافرا ولا أن يطلب له الاستغفار لأنه بهذا يكون آثما كيف تترحم على كافر لم يقبل الله منه إلا الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه من مات على يهوديته أو نصرانيته أو وثنيته ولو صنع ما صنع من المعروف بالمسلمين في الدنيا فإنه يوم القيامة يكون مخلدا في النار لأن دخول الجنة مرهون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليس هو من أهل هذه الشهادة الدليل على عدم جوازي وعلى حرمة الترحم على الكافر الذي مات على كفره قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا فقد نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يستغفر ويترحم على الكفر وبيّن الله له أن الترحم الحاصل على المنافقين لن ينفعهم قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله له وقد أمرنا الله تعالى بالاقتداء بإبراهيم الخليل عليه السلام في عداوته للكفار إلا في مسألة واحدة فقال الله تعالى قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ثم قال إلا قول إبراهيم لأبي أي لكم إسوة في نبي الله إبراهيم الخليل في عدائه للكفار إلا في مسألة واحدة وهي استغفاره لأبيه الذي مات كافرا فإنه لا يتبع إبراهيم عليه السلام في خصوص هذه المسألة وبيّن الله عذر إبراهيم في قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدات وعدها إياه فهو قد وعد آباه في أن يستغفر له فوفى بوعده وبيّن الله تعالى له أنه لن ينفع آباه هذا الاستغفار الذي حصل منه إذن أيها الناس لا يجوز الترحم على الكافر لا يجوز الاستغفار له ومن باب أولى لا يجوز إطلاق نفذ الشهادة فهذه مثلا مراسلة الجزيرة في فلسطين التي توفيت منذ أشهر وإن كانت تنقل الحقيقة وسيأتي ذكر هذا لكن هل يجوز إطلاق الشهادة هذا أمر لا يجوز إذا كان الترحم غير جائز على الكافر فإن إطلاق الشهادة عليه محرم من باب أولى لأن الشهادة لفظ شرعي منضبط بضوابط لا تنفع فيه العاطفة ولا يجوز تمييع النصوص فلننتبه لهذا رب قائل يقول الآن أين إنصاف الإسلام لهؤلاء الذين يقفون مع قضايا المسلمين نحن نعلم أن هناك حتى بعض القساوس وبعض الرهبان وغيرهم ينصفون الإسلام فكيف أنصفهم الإسلام أقول أولا إنصاف الله تعالى للكفار الذين لم يعادوا الإسلام أنصفهم في الدنيا بأن جعل رحمته في الدنيا شاملة للمسلم وغير المسلم ورحمة الله في الدنيا تشمل المسلمين وغير المسلمين على السواء ومثلا قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته فالرياح التي تجلب الأمطار هي تأتي للمسلمين فتنفعهم وتأتي لغير المسلمين أيضا فتنفعهم وبالتالي فرحمة الله هنا عمت المسلمين وغير المسلمين أيضا مثلا تعاقب الليل والنهار هو رحمة بالعباد مسلمهم وكافرهم قال تعالى ومن رحمته أن جعل لكم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله بل بيّن الله تعالى لنا أن من يريد الدنيا دون الآخرة ويرتضي الكفر دينا فإن الله يعطيه في الدنيا ما يريد لكنه يوم القيامة يكون مخلدا في النار قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا شن العاجلة؟ الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء تمام من الإنصاف أيضا من إنصاف الشريعة لغير المسلمين في الدنيا أن الله تعالى حفظ لهم حقوقهم وجوز الثناء عليهم بهذا الصنع فمثلا أنا خديت قضية مراسلة الجزيرة في فلسطين خديتها مثال يجوز لنا مثلا أن نقول هذه المراسلة كانت تقول الحق كانت شجاعة كانت تبين الحقائق هذا من الثناء الذي لم ينهى الله عنه قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم لا بأس أن الإنسان يبين المعروف الذي كان يفعله الكافر في الدنيا ويبين فضله ويذكر له هذا الجميل وهذا الفضل دون ترحم ولا استغفار بل مع يقين أن هذا المعروف أخذه في الدنيا وأنه يوم القيامة مخلد في النار والدليل على جواز الثناء وذكر فضل الكافر الذي قال أو نصر الإسلام أو تعاطف معه في الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر في غزوة بدر حينما أتي بالأسارة من المشركين قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء إنتنا لأعطيتهم إياه المطعم بن عدي كان كافرا لكنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم وحماه حين رجع من الطائف فلم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل للمطعم ولم يقل رحمه الله ولا غفر له ولا كذا وإنما ذكر له معروفه الذي صنعه معه أيضا هذا الكلام وقع حتى معه ورد في بعض الأحاديث حتى في حق حاتم طيئ الذي كان اشتهر بالكرام وفي حق عبد الله بن جدعان فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على كرم حاتم وذكره الحديث في مسلمة محمد وقصة عائشة في حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان هذا هو الإنصاف قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا فنحن الخلاصة كل من يقف مع قضايا الإسلام من الكفار فإننا نذكر له هذا الجميل وهذا الموقف ونحسبه لو في الدنيا نكافئه عليه في الدنيا أما إن مات غير موحد فإن عقيدتنا التي لا تتزحزح ولا تتغير ولا تتبدل أنه يوم القيامة يكون مخلدا في النار لأن الله تعالى جعل الإسلام شرطا لدخول الجنة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فالخلاصة أرجو التنبه لمثل هذا الأمر هذه مصطلحات شرعية لا يجوز للإنسان أن يتعاطف وأن يخرج عن دائرة الشرع فالعاطفة عندنا منضبطة ومقيدة بالشرع هذا ما أردت قوله أستقبل الآن اتصالاتكم لأجيب عنها على أرقام هواتف البرنامج كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب كذلك يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة نعم من معنا عبد الله من ترابوس السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله حياك الله وبرك الله فيك في دار الإستاء أعلم وسهلا بك سيد عبد الله تفضل أي أنا قلت بالله سأرقلت سؤالي على موقع متاع الدار على تطبيق هذا متاع دار الإستاء نعم لكن تأخر الرد ربما حتى لكثرة الأسكنة وقلة الكابر الوظيفي كما أكدتم نعم أنا أسأل في يا شيخ عن حكم التعامل مع مكاتب خدمات العامة لأنه يتنصر خدمة استخراج جواز سفر بقيمة أعلى من سعر الدولة يعني أنت تمشيرهم تعطين مثلا 150 أو 200 دينار هم يقوموا باستخراج جواز مع العلم أنه ربما يستعمل هم في الرشاوي مع الموظفين في الدولة أو يعني في الصفات المعارفية يعني هم لهم حق في القانون أنهم يعني فتحتهم الدولة مثل هذه الخدمات أنا مواطن في الاستخراج منهم أنا عارف أنت مواطن بتمشي هل الدولة عاطيتهم مثل هذه الخدمات والله هي قرطصية وخدمة عامة وهو يمشي يقوم بهذا الأمر بالضبط زي ما قلت سلت يعني هي من الدولة مش عطيتهم إذن إيه ما عنداش إذن من الدولة أنه هو يعني آيوة وضحة الصورة تسمع الجواب يا عبد الله إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك نعم محمد من صبراته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل سيد محمد تحية طيبة لك وتحية لي ذاعة تصناصح بارك الله فيكم أهلا وسألم بك يا سيدي تفضل إن شاء الله ربي يرفع درجتكم في عليين إن شاء الله ربي باركاته آمين وإياكم إن شاء الله تفضل يا سيدي ونسأل الله أن يفتع لكم وتعوى العارفين اللهم آمين وإياكم إن شاء الله يحفظ دار الإفتاء وعلماء دار الإفتاء وشيخ من فاضه ونسأل الله العظيم أن يحفظكم دائما بارك الله فيك سيد محمد جزاك الله خيرا بارك الله فيك نعم عبد السلام سلام عليك يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا عبد السلام طيب قلتك يا شيخ عندي سلا ترسل تفضل أي سؤال أول القاعدة السقية بتاع ضعوة عجل نبو شو المعناها طيب هذه والحة نعم والتانية إذا بطلت أو بطلت سراءة الإمام بطلت سراءة المعموم اللي في حالات ذكرت بردين نبو كتننا يا شيخ نعم الثالث أنا واحد بمسوط رحمني سيارة كيف سؤال الثالث سيارة أنا رحم عندي سيارة ايه أنا أقدم استعملها وأجي سيارة يش اللي عندك أنا أقدم واحد بي رحم عندي سيارة واحد حاط عندك سيارة مش حاط راهن راهن يا شيخ أيوة راهن عندك سيارة آه كمان السيارة هذه أطلت طبعا من هيكي هل لنا نظمان على كبه ضامن نظامن ضامن ولا لا يا شيخ إنت الآن أنت استخدمتها السيارة لا لا قاعدا ندرت سيارة سوالك هل يجب استخدامها أو لا أوهي وهل لنا ضامن لها ولا لا طيب شكرا محمد رب يجعلكم أنتم والعلماء بارك الله فيك شكرا لك نعم من إدريس من طرابرس نعم يا إدريس عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا إدريس حياك الله يا دكتور يا رب أمين يا رب العالمين أول حاجة نترحم عليها حياة المرحومة رحمه الله الشيخ القردوي هذا أولا رحمه الله وجزاه عن الإسلام خير الجزء هذا تانيا الناس اللي مبقين عليه الواحد يقولوا اذكروا محاكم فيه ناس متعلموا وحافظوا القرآن وثاني حاجة فيه ناس متعارفة تكتب بكلوا حتى بإمنا بكثرة على الواحد مش عارفة تكتب على الواحد مش عارفة تكتب على الواحد ولكن نحن نقول للذين أخرجوا من ديارهم ورمالهم يمتغون صدقا من الله ورزونا وينصرون الله ورسوله وذلك هم صادقون هذه الآية تنطبخ على الشيخ القردوي بارك الله الآية الثانية اللي مع ذا إلا أولاك المفلحون تنطبخ على الذين أهوهم في خطر والحمه الله ان شاء الله الشيخ اللهم آمين آمين سؤالي الأول يا شيخ بالنسبة لي يقول الله سبحانه وتعالى فانتح المطابة لكم مسنى وتلاثة ورباح نعم إذا النصر لا فإننا تعديله فواحدة تمام قال للأصف بالضواج التعدد لأنها بدأ بمسنى يبل والأخير جاب فواحدة طيب هذه السؤال الأول يعني هذا متى يكون الطلاق يعني متى يكون جائز ومتى يكون طردن ومتى يكون محرما تمام هذه واحدة من الأسئلة ثاني هذا بالنسبة لنحنية العامية طبعا نتكلم من يقول والله إذا قارب أقارب يقول لله سبحانه وتعالى الأقربون أولى بالمعروف نعم نقول نحن في أنه نقول الجوز وصخ الدنيا الله يقول أن المعنى والبن المزيد في حالة الدنيا نعم معاك مكمل فأجيبك العاية لأخيرة نقول نحن في العامية ما لا يحمد عقبار والحمد سبحانه وتعالى سواء كان عن سر والله على الخير هو تحمد الله سبحانه وتعالى ماشي تمام يا سيدة أدريس بارك الله فيك نجاوبه على أقل ما تيسر منها إن شاء الله بإذن الله شكرا لك يا أدريس بارك الله فيك المعنى اتصال من خليفة من غريان نعم يا خليفة تفضل يا خليفة طيب إذن علي بركة الله نجيب الآن سؤال عبد الله من طرابل السؤال مهم الحقيقة جدا مسألة التعامل مع مكاتب الخدمات العامة هذه المسألة طبعا انتشرت الآن في بلادنا اللي بيمشي طلع جواز بيطلع باعتماد من مصرف أي إجراءات الآن للأسف الوضع الإداري في بلادنا كل يوم يزداد تعقيدا وبالتالي استغل بعض الناس هذا التعقيد الإداري وداروا مكاتب عامة أنا ما نعرفش أنه في قانون خاص من الدولة مثلا أنك أنت تفتح مكتب لي تم إجراءات حاجة معينة وإنما هو أحيانا يكون قرطصية أحيانا يكون مكتب عقارات أحيانا كذا هذا الواقع اللي في بلادنا الآن يقول لك أني والله نتملك إجراءات جواز السفر ونحجز لك الموعد ونتملك الإجراءات كاملة وهذا الكلام كما ذكرت يعني يقع في مسائل شتى في شبه في جميع أو أغلب المعاملات التي تقع في الدولة هل يجوز دفع المال لهم أقول ابتداءا هذا الأمر جائز من حيث العموم هذا الأمر جائز أني نجي لي إنسان ونقول لي فلان أنا بنأجرك بتمشي تحجز لي في مثلا في مكتب جوازات منطقة كذا تمشي تحجز لي وهدين الفلوس بره أدفع وحدد لي موعد وكذا هذا جائز لأنه أجر على عمل لكن الإشكال أن هذا الكلام العام يصادمه واقع يخالف هذا الواقع الآن أن كثيرا من مكاتب الخدمات هذه عندها علاقات ونفوذ داخل الجوازات أن الشخص هذا يفتحوا للباب ويخش طول ويقولوا عندي عشر معاملات وهو بيأخذ منك أنت مثلا هم بيأخذوا مننا خمسين على الجواز وانت بيأخذ منك مية هو بيأخذ تلاتين لخرات وبيعطي عشرين وهكذا هذا الواقع الموجود وفي المصارف كذلك فأقول إذا كان هذا المكتب آجرته على أن يقوم بعمل حقيقي دون علاقات ولا نفوذ ولا رشوة ولا كذا وإنما أجرع لعمل هذا جائز أما إن كان هو يستخدم نفوذه وعلاقاته في الجهة التي ستتيح لك الخدمة فهذا لا يجوز لأنه إما رشوة بيأخذها منك وبيعطيها لهم وإن لم تكن هناك رشوة فهي من قبيل الجاه والجاه لا يجوز لا يجوز أخذ الأجر عليه أو نعطيك مثال بسيط يعني كلمة الجاه مثلا الشخص هذا اللي اتصل بي وقال إحني مثلا عندنا فتوى عند دار الإفتاء وزحمة وما ردوش علينا لنفترض مثلا يعني حاشة دار ولنفترض قلت لني آه وني بنجيب لك الفتو بنكلم أصدقائي في الدار ويسرعون لنا بها وعطيني أنت بعض الحاجة هل يجوز هذا هذا لا يجوز لأن استخدامي لنفوذي وعلاقاتي لو كانت لوجه الله قلت لني بنسرع لك بها هذه من المعروف لما قلت لعطيني مقابل هذا الجاه الجاه لا يجوز أخذ الأجر عليه عندنا القرض والضمان ثلاثة يمنع أن ترى لغير الله القرض والضمان ثم الجاه الواقع الآن يا سيد عبد الله أن أغلب المكاتب الموجودة في بلادنا الآن يستخدمون في نفوذهم علاقاتهم علاقات في المصف المركزي علاقات في المصارف علاقات في الجوازات علاقات في لجنة لفراجات المالية في شركة كذا في مؤسسة كذا وبالتالي لا يجوز له أخذ الأجرة على هذا لأن الواقع يقول إما أن يدفعوا رشوة لهم ويأخذونها منك مضاعفة وإما أن يستخدموا نفوذهم وعلاقاتهم ويأخذون منك المال وبالتالي فهذه المعاملات مشبوهة في الواقع كثير منها ممنوعة أنا لا أقول كلها ممنوعة ربما نجد صاحب مكتب حلائلي يخاف الله سبحانه وتعالى لا يستخدم في نفوذة ولا كذا وإنما ينوب من الفجر ويشد الطابور قدام النافذة متاع الجوازات ويسجلك بدون أي علاقات هذه جائزة وجرع لي عمل الرجل قام من فجر ومشي وتحرك هذه جائزة أما استخدام أما استخدام النفوذ والعلاقات والفاريات والكلام هذا كله لا يجوز أخذ المال عليه نخرج الآن إلى فاصل ثم نرجع لنجيب على الأسئلة الأخرى إن شاء الله شاورهم ونأخذ من ضياهم إخاءا إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا تدر مدير بات يتفل وأنه من عفاراته خجل كسال تدر مدير بات يتفل وأنه من عفاراته خجل تدر مدير بات يتفل وأنه من عفاراته خجل يوم الفراق ما زلت أذكره حزن شديد بالقلب يشتعل يوم الفراق ما زلت أذكره حزن شديد بالقلب يشتعل يوم حزين لكني أحسبه يوم عظيم من بعده أمل يوم حزين لكني أحسبه يوم عظيم من بعده أمل أرى الأحبة من دنياي قد رحلوا إلى الجنان في خضرائها نزلوا أرى الصحاب حولي وقد هزروا دنيا المتاعب من أكدارها رحلوا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا سلام عليكم ورحمة الله عدت إليكم بعض الفاصل لأجيب على ما تبقى من الأسئلة إذن أجبنا على سؤال عبد الله معنا محمد من الخمس نعم يا محمد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا محمد الله يقطعت قلوبنا بمنظر الشيخ نادر الله يرحمه يغفر له رحمه الله وغفر له تقبله في الصالحين وانتقم من قاتله تفضل يا شيخ والله أنا عندي يا شيخ كنا في حالة سفر نعم وخشينا لمسجد وجمعنا وقصرنا في صلاة جماعة يعني طيب فأنكر علينا أحد الناس يعني معلش يعود كيف سؤالك انت شدرت احنا في سفر في سفر خارج ليبي يعني في سفر طيب معاك من المقيمين ولا المسافرين اللي معاك فقط لا المسافرين معاي فقط أيوة تمام فأنكر علينا القيم في المسجد أنكر علينا قال هذا المسجد وفيه إمام مراتب مراتب لكم تجمع صلاته واحد بروح بالتفصيل فعل البايد العام يعني شيخ أنكر عليكم هو الصلاة داخل المسجد أنكر علينا صلاة الجماعة قال صلاة كل واحد بروح تمام تمام ماشي تسمع الجواب ماشي تسمع الجواب إن شاء الله برك الله وإياكم سيد محمد برك الله فيكم نور الدين من مصراته عليكم السلام ورحمة الله تفضل نور الدين أحياتي برك الله أعلى وسهلا بك تفضل نعم ها تخلص من الشعب طيب السؤال الثاني كيف معنش سؤالك يرخص هل يرخص في عدم الذهاب للمسجد بسبب إيش أكل التوم والبصل آه بسبب أكل التوم والبصل ماشي تمام سؤال الثالث سؤال الثالث بالله عن الشباب هي حكم حكم تربية السباع الوسود من النمو حكم تربية السباع ماشي تمام إن شاء الله بارك الله فيك سينا بالله بالله إن صمحت يا نعم عنه في القضية في قضية هنا واحد في مترات إنكم سمعتوا فيها المرتدة حكم عدة الله نسمع فيك الصعوبة يا نور الدين حكم حكم عدة حكم عدة حكم عدة الشخص هذا الذي سمعنا به نعم بالله في شباب يضافوا عليه وفي كده نبي نطم حكم الشخص وقال قلب مرت ماشي تمام إنور الدين بارك الله فيك ماشي لعلن نكتفي بهذه لسئلة لأن آخر اتصال من أم البشير نعم حكم 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 إيش حكم نزور الدم بعد في هاي ايام الدورة والله ما سمعتك حكم نزور الدم بعد في هاي ايام الدورة آه تمام نصلي فيه يعني الآن يعني الآن انقضت الدورة وطهورت ثم نزلت دم مرة أخرى نزول الدم نزول الدم بعد الطهر بكم في نفس اليوم ولا بعد أيام كثيرة بعد بعد كم ماشي تمام تسمعين الجواب ان شاء الله نعم نعم ماشي يوم البشير هل نفصل في الموضوع ان شاء الله بإذن الله بارك الله وفي إذن نجيب علي بركة الله أجبنا علي سؤال السيد عبد الله من طرابلس محمد من صبرات يعني فهو يثني على القناة وعلى العاملين فيها بارك الله فيه وجزاه الله خيرا عبد السلام من مصرات قال نبي نسأل علي قاعد ضعوة عجل هذه قاعدة من قواعد الربا المعروفة عند المالكية أنا الآن بنبسطها يعني بمثال حسب المقام ضعوة تعجل ضعوة تعجل مثلا يا عبد السلام أنا أنت أنت اقتردت مني مئة دينار تمام خديت مني مئة دينار سلف وقلت لي يا شيخ راني نيب نخلصك فيها في رمضان القادم إن شاء الله الآن نيب ما نقدرش قبل شهر رمضان لا أستطيع أن أقول لك سدد لي المئة لأن أجل التسليم متى في رمضان وأنا مثلا احتجت لهذه المئة قبل رمضان فأتيك وأقول لك يا عبد السلام ما رأيك أن تسدد لي المئة دينار في شعبان قبل رمضان تقول لي يا شيخ كيف نحن متفقون في شهر رمضان فأقول لك بدل المئة أعطني تسعين فقط وادفح لي في شعبان كلمة ضع أي أنزل من الثمن الأصلي الثمن الأصلي كم مئة ضع خليهم تسعين وتعجل ادفعه لي قبل الأجل فهذه عند المالكية من قواعد الربا أي أنقص لي من الثمن الذي بيننا مقابل إيش مقابل تعجيل مقابل تعجيل الدفع فهو يقول قاعد الضعوة تعجل تقول إلى مسألة القرض الذي يجر نفعا وجاء في الأثر كل قرض جر نفعا فهو ربا فهذه قاعد ضعوة تعجل وهذه القاعد رأي موجودة مش مجرد كلام فقهاء يعني في الكتب هذه موجودة الآن في كثير من تعاملات الناس وأغلب الحيل أو كثير من هذه الحيل التي يعملها التجاه بعضها يدخل تحت قاعد الضعوة وتعجل أي أنقص لي من الثمن مقابل أن أعجل لك بالسداد فهو آل إلى سلف جر منفعة أيضا يسأل عليه القاعد الفقهية كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم هذه كلية فقهية إذا بطلت صلاة الإمام فإن المأموم تبطل صلاته تبعا لبطلان صلاة إمامه لأن صلاة المأموم هي في الأصل تابعة لصلاة الإمام إلا في مسائل طبعا المشتهر عندنا كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحداث ونسيانه ولكن ذكر متاخير المالكية مسائل أخرى وأعتقد أنها مجموحة تقريبا ثلاث عشرة مسألة فهذا مثال للإيضاح مثلا شخص إمام ومأموم الإمام يصلي بالمأموم وهو لا يدري أنه محدث أنه وضوءه منتقد لا يدري مجرد ما يتذكر أنه على غير طهارة بطلت صلاته بمجرد التذكر ويجب عليه الخروج من الصلاة ويستخلف من خلفه فالمأمومون الذين خلفه صلاتهم صحيحة يستمرون في صلاتهم بإمام جديد وهذا الإمام بطلت صلاته ولم تبطل صلاة المأمومين خلفه طيب هذا يعني ما كذا مجرد مثال للإضاحة إلا فالمقام فيها يطو السؤال الثالث قال أنا أخذت سيارة من شخص على سبيل الرهن مثلا شخص تسلف مني عشر لف دينار فأنا قلت له من يضمن أن ترجع لي هذا المال قال هذه السيارة رهن أخذت السيارة رهنا هل يجوز لي أن أستخدم هذه السيارة يجوز لي أن أستخدم ها بإذنه بدون إذنه لا يجوز استخدامها وإن أذن لي بذلك فيجوز أن أستخدمها أنا أما هو الشخص الراهن لا يجوز له أن يستخدم السيارة وهي في يد المرتهن لأن جوالان يده في الرهن مما يبطل الرهن لكن المرتهن يجوز له أن يستخدمها بإذن الراهن نعم إدريس من طرابلس له عدة أسئلة في الحقيقة أولا هو تكلم على فضيلة الإمام الشيخ القرضاوي رحمه الله وقال إنه ساءنا ما قد رأيناه من سبب بعض الناس له ومن نحو ذلك فأقول الشيخ القرضاوي رحمه الله بذل ما بذل وهو رجل من علماء الأمة ويعني لا مسألة عدم الترحم عليه لا تضره شيئا الآن في قبره فالرجل بقيت آثاره بعد وفاته له مؤلفات بالعشرات الآن الذي الذين يسبون الشيخ القرضاوي الكلام العام كل حد يقدر يقوله كل حد يقدر يقوله الله يرحمه والله لا يرحمه هذا كل كلمة يقولها الإنسان يحاسب عليها ولكن الآن آثار القرضاوي شاهده له فأين آثارك أو أردد على كتبه بعلم إن كنت من أهل العلم أما جيت تقول لي تلقط لي بعض الأخطاء فالشيخ القرضاوي ما هو إلا علم من العلماء والإمام مالك ذكر قاعدة مشهورة ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه كل يؤخذ من قوله ويرد فالرجل اجتهد في بعض المسائل رد عليه بعض أهل العلم فيها وما نقصت من قدره ولا فضله ولا علمه فكتبه وآثاره شاهدة شاء من شاء وآباء من أباء رحم الله الشيخ قرضاوي وجزاه عن الإسلام خير الجزاء رجل عاش لأمته لم يداهن في دينه نحسبه كذلك والله حسيبه لم يجامر الحكام دفع ضريبة جهاده دافع عن فلسطين أرفع راية الإسلام ولكنه بشر من البشر ليس معصوما إذا كان الأئمة الكبار لهم أخطاء وقعوا فيها حتى الأئمة مالك في بعض المسائل رد عليه حتى تلاميذه وضعفوا قوله في مسائل وأخذوا بقول ابن القاسم مثلا فما ضره ذلك ومن باب أولى لا يضر هذا القرضاوي ولا غيره من علماء أهل السنة والجماعة رحم الله مشايخنا وعلماء الإسلام وجزاهم عما قدموا للإسلام خير الجزاء السؤال الآخر لإدريس قال قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ثم قال الله تعالى فمن لم يستطع أو الآية رحمنية فواحدة تمام الآن يسأل هل الأصل التعدد في النكاح أو لا أقول هذه مسألة خلافية من قال الأصل التعدد فبنى قوله على هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع نعم والمسألة يعني حتى لو فرعنا على أن الأصل التعدد أو الأصل عدم التعدد فهذا لا يترتب عليه شيء لأن التعدد أثبته القرآن وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما علم بالقرآن لا يجوز للإنسان أن ينكر مسألة التعدد ومن أنكر وجود التعدد الزوجات في الإسلام فقد أنكر آية من القرآن وهي قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وهذا كلام كفر والعياذ بالله يسأل إدريس أيضا عن أحكام الطلاق الطلاق تعتره الأحكام من خمسة وهذه مسألة تكلم عليها الفقهاء الأصل في الطلاق أنه جائز لكنه ليس جوازا مستويا فبعضهم يقول الأصل فيه أنه خلاف الأولاء وبعضهم يوصله للكرهة ولكن الطلاق قد يكون واجبا أحيانا كمن تزوج بمرأة وهذه المرأة كانت يعني ليست صاحبة دين وكانت تؤذيه أو تؤذي أولاد أو تؤذي أبويه أو نحو ذلك ولم تستمر العشر بينهما فإنه يطلقها ويكون الطلاق واجبا وقد يكون الطلاق مندوبا إذا ألهت المرأة الإنسان عن بعض أحكام عن بعض عباداته أو بعض المندوبات كما تكلم الفقهاء وقد يكون الطلاق حراما إذا قصد المطلق بالطلاق الضرر بالمرأة وطلقها دون ما سبب قاصدا الإضرار بها وقد يكون الطلاق مكروها وقد يكون مباحا وبالتالي فالطلاق تعتريه الأحكام الخمسة لكن الأصل فيه أنه جائز لا مباح والفرق ما بين الجائز والمباح أن المباح مستوي الطرفين والجائز هو يعني لا حرج فيه ولكن الأولى عدم فعله فطلاق فطلاق كل شخص حكمه على حدى كل شخص طلاقه حكمه خاص به على حسب نيته وعلى حسب حاله ولا يجوز إطلاق أحكام عامة في هذا الأمر على حالة بعينها دريس أيضا قال بعض المسائل يقول فهل عوام عندنا فيشكالية قال يقول مثلا الأقارب كالعقارب ورب يقول أقربون مثلا أو مثلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة أقول يعني كلام العوام لا يقصدون رأوا به مخالفة ولكن يقصدون بأن الحساسية بين الأقارب أكثر لكن مثلا لو يسئني الإنسان يقول أين أفضل الصدقة في القريب ولا البعيد يقول الصدقة في القريب أو لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصيلة رحم وقال أفضل الصدق على ذي الرحم الكاشح فعبارات العوام وأمثال الناس إن وجد لها مخرج فلا بأس بها إن صادمت نصوص الشريعة فإنه لا يجوز حينئذ ذكرها ولا لاستشهاد بها محمد من الخمس قال نحن مسافرين خارج ليبيا جمعنا الظهر والعصر نحن في سفر قصرا وجمعا قال اعترض علينا قيم المسجد وقال الأولى أن تجمعوا خارج المسجد لكلامه وجه نعم الإنسان نحن عندنا قاعدة لا يجوز صلاة الجماعة أو تكرار أو يعني ورد النهي عن تكرار الجماعة داخل المسجد الذي له إمام راتب حتى لا يكون ذلك مدخلا للطعن في الإمام وأن لا يصلي بعض الناس خلفه الأولى لكم يا محمد أن تقصروا أو خلن عبروا أن تصلوا الجماعة خارج المسجد صلوا في رحبة المسجد وخاصة أنكم أنتم عندكم قصر لأن حتى تبتعدوا عن الطعن في الإمام كذلك يترتب علي إشكالية أخرى أن جمعكم داخل المسجد أنتم حيانا في صلاة العشاء يدخل إنسان يتوقع عنكم في صلاة المغرب فيصلي خلفكم ظنا أنكم في المغرب وأنتم في الحقيقة في صلاة العشاء فقد صدق القيم فيما دعاكم إليه الأولى للجماعة الذين يمرون بالمساجد التي فيها أئمة نراتبون أما مساجد الطرقات فقد نص العلماء على جواز تكرار الجماعة بها المساجد التي هي معروفة على الطرقات زي الآن أشبه ما تكون بالمساجد الملحقة عندنا بالمطاعم والفنادق وأماكن الراحة فهدف الغالب ليس فيها إمام راتب كل جماعة يجمعون أما المساجد التي فيها إمام راتب فالمالكية من باب سد الذرائع كريه تكرار الجماعة بها وقالوا من أراد أن يصل إذا أراد الناس صلاة الجماعة لسفر وجمع ونحو ذلك فالأولى أن يصلوها في رحبة المسجد حتى يعرف الداخلون أنهم قوم سفر وأنهم ليسوا من أهل هذا المكان نور الدين من مصراته قال التخلص من الشعر عندنا خصال الفطرة مثلا عندنا قضية الاستحداد وإزالة شعر الإبط ونتف الإبط والعانة وغيرها الشعر الزائد بصفة عامة سواء كان من شعر الرأس أو من شعر الجسم وشعر الوسط قال كيف يكون التخلص مننا التخلص مننا بوضعه أين شاء الإنسان يعني فهذا من القاذورات ليس نجيسا لكنه من القاذورات حكم حكم الأظافر والأولى الإنسان ألا يرميه هكذا حتى لا يؤذي الناس به فيضعه في القمامة ولا بأس تكلم الأقدمون على مسألة دفنه في الأرض قالوا هذا أولى شيء أن الشعر الزائد والأظافر والحاجات هدية الأولى الإنسان أن يدفنه في الأرض هل هو نجيس ليس نجيسا شعر الإنسان طهر بل شعر الحي كله الطاهر الحي وشعره ودمعه وكذا ومخاط وده كل من الطاهرات ولكن لما كان مما يتأذى به الناس وخاص للأسف مثلا زي الأظافر فيه للأسف يقلم الأظافر ويتركها في على فراش في أماكن الناس فهذا مما يتأذى الناس منه فتخلص أنت منها بأي طريقة بشرط أن لا تؤذي من معك في البيت أو في المجلس سألنا عنه مثلة من أكل ثوما أو بصلا هل يرخص له نعم يرخص له في عدم الذهاب للمسجد بل نحن نمنعه من الذهاب للمسجد لما ورد في الحديث من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقاس عليها كل من أكل شيئا ذا رائحة كريهة يقاس عليها التدخين فرائحة هونتنا للأسف للأسف الإنسان يدخن ويخش للمسجد طول ويقعد كح في الصلاة ويطلع في الهواء وجاره ومن بجواره يتأذى مثلا يقاس عليها بعض الناس عندنا مثلا يدير الفيكس والله يدير الحاجات هدية ذات الرائحة القوية الأولى أن لا يفعلها وهو ذاهب إلى المسجد فإن اضطر لها وفعلها فإنه تكون رخصة لعدم ذاب للمسجد حتى لا يؤذي الناس في المسجد ولا يتلطخ فرش المسجد به ولا يتأذى الناس ومسألة الرؤتوم والبصل والكرات شدد فيها النبي صاصل وذكر الفقهاء في المرخصات وقال عمر رضي الله عنه أيها الناس إني أراكم تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين فأميتوهما طبخا وذكر الثوم والبصل وكما ذكرت وقاس عليها كل رايحة كريهة تقع كذلك أيضا حتى مسألة العرق الشديد الإنسان اللي مثلا بالعامية نقوله يعني كثير العرق ومثلا ما عنداش مزيل ولا ما يلقاش كيف ينظف فما يمشيش للأسف وده للأسف يعني الآن في لوين تصلي في جنبها أنت قريب تختنق تكادا تفقد عقلك والله يصيبك الدوار بسبب العرق فكل من تلبس برائحة كريهة المطلوب منه أن يزيلها ثم يذهب إلى المسجد فإن لم يتيسر له إزالتها فلا يذهبن إلى المسجد ويؤذي الناس بهذه الرائحة الكريهة نور الدين أيضا يسأل علي حكم تربية السباع السباع اللي هي زي الفهد والنمير وغيرها هذه كريهة العلماء تربيتها طبعا أما حكم أكل لحمها فعندنا مشهور المذهب الكراهة وعندنا قول قوي في المذهب بالتحريب أما تربيتها فإنها من الملهيات التي ينبغي للإنسان أن لا يفعلها لأن ما الفائدة منها لا توجد أي فائدة وقد تكلم العلماء عليه هذه المسألة حتى في حكم تربية القرد أجل الله السامعين وغيرها الأولى الإنسان فإن يعني أن لا يفعل ذلك إنها من الملهيات وللأسف حين الآن إصبح ربما يصل الأمر حتى للتحريم الآن فيه يدير في أسد ونمر نمر وفهد وغيره ويقعد يمشي به في الحدائق وعلى الشواطئ وفي المتنزهات هذا من ترويع المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلمين أن يروع مسلماء ولكن إذا كان هناك مقصد من ذلك وله حكمة وله أثر طيب ومثلا مما أجازه الإسلام فلا بأس لكن كما ذكرت بل الآن نشوف فيه هو ذكر قال الآن تشر عندنا في بعض المدن نحن نشوفنا حتى بروح فيه من جماعة الكتايب وغيره يجي يحط لك أسد في كوفن السيارة ويبعد ماشي به كل من يشوف يهرب حتى من بعد كيلو متر فهذا من ترويع الناس وهذا كل من الملهيات تكلم نور الدين على مسألة الردة هو انتهى الوقت للأسف فمسألة الردة يا سيد نور الدين للأسف هذه مسألة تحتاج إلى الوقوف عندها وانعياذ بالله ذلك الشخص الذي ذكر ردته فأعتذر ولعل نجيب عليها إن شاء الله في حلقة قادمة انتهى وقت البرنامج فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وبرو إلى الله حتى التقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدار شاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدار كالظلماء نورا تحيل ترجمة نانسي قنقر